انتهت منذ قليل مباراة اليوم الثاني في الدور المصري بين البنك الاهلي ووادي دجلة الكل كان متوقع ان ودي دجلة النهاردة هيفوز بفرق اهداف كبير جدا على البنك الاهلي لكن ما تمناه يحدث سلبيا حيث تعادل فارقين في الدقيقة الاخيرة من احداث الشهوط الثاني في الدقيقة 95 تحديدا بعد تقدم ودي دجلة بالهدف الاول لصلاح عمين في الدقيقة 34 من احداث الشهوط الاول وتعادل عاصم صلاح في الدقيقة 95 من احداث الشهوط الثاني من الواضح جدا ان احنا اعتقدنا ان الفرق المتأهلة لدور السنة دي هتبقى في نفس المستوى سراميكا كله بطر الا ان فريق البنك الاهلي لا محتاج تدعيم في خط الوسط وفي خط الهجوم وسبب الهدف اللي دخل ده في ودي دجلة هو تراجع كبير وملحوظ جدا من فريق ودي دجلة الى منطقته الدفاعية مما ادى الى زيادة في الكسافة العددية للبنك الاهلي عشان يقدر يحصل حدف اتعاد والنقطة غالية جدا للبنك الاهلي في مسارته في الدور المصري نتمنى التوفيق لكل الفرق الصعدة للدور العام وهنتبعكم حالا بموتش بيرامد زوال الاتحاد تابعونا تابعونا